خطاب جلال الملك السيدنا كان خطاب تميز كان فيه واحد الحكامة واحد الحكمة واحد الرصانة لأنه ما خاطب شغل مجموعة واحدة خاطب المرأة خاطب المستثمرين خاطب علاقاتنا بالجارة الجزائر الإخوان الجزائريين فكان شامل يعني من التنمية البشرية حتى التنمية الاقتصادية اللي رعات فيها مجموعة ديال الأشياء منها مدونة الأسرة أنه ممكنش اقتصاد مغربي يكون سليم صحيح ويكون مزداهر إلا بيديك العلاقة المتوازنة اللي غتكون في الأسرة فغتجي في المدونة أكيد غتكون إلا وغتخدم ماشي فقط المرأة ولكن غتخدم الرجل وغتكون في صالح الأطفال لأنه كما قال سيدنا نحن لن نحرم ما أحل الله ولن نحل لما حرم الله وهذا خطاب جميل وخطاب أنه يرجع لأننا في مرجعية واضحة تحت إمارة أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس لترنتباهي أيضا أن الخطاب كان موجه لنا كمهاجرين أيضا وكمواطنين مغاربة أننا كل مواطن مسؤول على كل تصرف يعني إحنا لا ترون الفتنة مع أي إساءة للجزائريين فهو غير مقبول وهذا إن يدل إلا أننا ما بغيش الفتنة إحنا الجزائريين إخوتنا وإحنا هنا بملد المهجر إحنا عندنا صداقات عندنا معارف وكلهم تبتوا أننا خاوة وحدة ما فيها شق وكذلك أننا مترابطة مجموعة المواضيع التي تطرق لها الخطاب الملاكي الموضوع الاستثمار والتصدير والدعم المنتوج الوطني وهذه مواضيع مهمة لأنه كتهم الاقتصاد وكتهم الحالة المعيشية اليومية ديال المغربة وكتهم المغرب ككل فكنعرفوا بأنه الاستثمار هو اللي كيسمح باش نطوروا واحدة المجموعة ديال الميادين كالصناعة كالفلاحة كقطع الخدمات كمثلا الطاقات المتجديدة والبنية التحتية وكنعرفوا بأنه المغرب قطع أشواط في هذا الميدان هذا ووحد الميدان اللي كانعرفه أنا شخصيا لأنه خدمت فيه طوال مشوار ديالي الميهني هو ميدان البناء ومواد البناء وصناعة الأسمنت واحد القضية ما كيعرفوهاش المغربة بزاف هو أنه في قطاع ديال الأسمنت المغرب في هذا الربعين سنة الآخرة ما شي غير كي يغطي الحاجات دياله داخليا ولكن كيصدر ملايين الأطنان سنويا وهذا الشي كيدعم القوى الاقتصادية ديال المغرب وكنعرفو كذلك أنه المغرب كيصدر الخبرة كذلك لأنه ساهم في بناء مجموعة كبيرة من المعامل ديال الأسمنت في إفريقيا ومعامل المغربية هي كذلك من ناحية ديال الإنتاجية كتحتل الصدارة على الصعيد العالمي مثلا في المجموعة ديال لفاج هولسيم المعمل ديال الفاس كان هو المعمل يعني اللي عنده أفضل إنتاجية على الصعيد العالمي في 1919 وفي 1921 كان المعمل ديال السطات وليوم المغرب ببناء معمل جديد في أقادير اللي هو من اليوزين البليو مودرن للشهر الانترنسيونال إذن هادشي كيطلب الاستثمار الاستثمار الداخلي والخارجي والاستثمار ما كيجيش غاي هكا كتيخص واحد المناخ اللي كيسمح له باش يدخل وفي هاد المناخ ده كالقوانين والكيفية باش كنطبقوا القوانين فجلالة الماليك أكد على طلب من الحكومة وطلب من الفاعلين اقتصاديين باش يراجعوا هاد القوانين هادي وكافية التعامل مع الاستثمار الخارجي لأنه هاد الاستثمار الخارجي عنده الختيار يمكنه يجي للمغرب يمكنه يمشي لدول أخرى إذن كيمشي للمحل اللي كيقدر ينتعش وباش ينتعش تأخص قوانين المغرب قطع أشوات كبيرة في هاد الميدان هذا ولكن يمكنه مازال يحسن المرتبة دياله عالميا ويقويل اقتصاد عن طريق الاستثمار الداخلي والخارجي مثل جميع مواطنين تتباتوا الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ما استوقفني حقيقة هو المضامين التي تحدث عنها ومن تلك المضامين التي تحدث عنها أنه تحدث عن القيام وأن المجتمع المغربي لا بد أن يستعيد هذه القيام ويعززها ويقويها وكذلك تحدث عن منظومة الأسرة بطبيعة الحال نحن بلد يمكن أن نصنف في إطار البلدان المحافظة ولذلك يجب التذكير في كل مناسبة بالقيام التي تقيم هذا المجتمع وتقيم تلك اللحمة النقطة الثانية التي تحدث عنها إلى جانب قضية القيام هي قضية الأسرة مدونة الأسرة لا بد أن يعاد فيها النظر أو على الأقل في بعض البنودها التي أسيئة تطبيقها لحد الآن سواء بسبب عقلية الذين يطبقونها أو المتقاضين إلى آخره لأن المدونة كما قيل هي مدونة الأسرة وليست مدونة المرأة النقطة الثالثة وهي السياسة الخارجية السياسة الخارجية كان من الضروري أن يقوم جلالة الملك بأن يشهد العالم على الجيران واليوم أظن أن الكرة في ملعب الجيران بالنسبة إلينا بلد ذو سيادة يتقدم وبلد يتمدد كذلك وهذا لا يرضي جميع الأطراف وخصوصا الجهات الإقليمية التي تظن أن المغرب يجب أن يبقى حيثه إلا ميز أخر اليوم المغرب يستبق الجوانب أو التغيرات الاستراتيجية الهائلة التي نقوم بها والمغرب كذلك يؤثر في دائرة حدوده الحق حسب الفصل 42 من الدستور والمغاربة بطبيعة الحال لا ينتبه هنا كثيرا لهذا المصطلح وهو هذا الحدود الحق التي تشمل جميع حدودنا وتأثيرنا الثقافي قبل أن تأتي الحماية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشترك في القناة